جولة في عالم الاقتصاد نستهلها مع شركة نفط الكويت التي شاركت في معرض اكسبو الدوحة 2023 والذي يعد من ابرز المعارض الدولية في مجال البستنة والاطخم في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا هذا وقد افتتح امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني افتتح فعاليات المعرض الذي يستمر على مدى الاشهر الستة المقبلة بحضور دولي بارز ومشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين في دول العالم هذا وقد زار سمو الشيخ تميم بن حمد ويرافقه رئيس الامارات سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان جناح دولة الكويت حيث كان في استقبالهما ممثل سمو امير البلاد الشيخ نوافل احمد الصباح رئيس ديوان سمو للعهد الشيخ احمد العبدالله الاحمد الجابر الصباح اشتركوا في القناة